بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أعايز أتكلم عن حياة الاستعداد وهبتدي بأقرأ جزء من إنجيل معلمنا لؤى صحاح 12 اللي هو بنقراه في صلاة الخدمة الثالثة من نصف الليل بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت بيعوا ملكم وعطوا صدقة أعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفز في السماوات حيث لا يقرب صارق ولا يبلسوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقائكم ممنطقة وسرقكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم وتيرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له الوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويدكئهم يتقدم ويخدمهم وإن أتى في الهذيع الثاني أو أتى في الهذيع الثالث وكدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد وإنما إعلاموا هذا أنه لو عرف رب البيت فأي ساعة يأتي الصارق لصهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم إذن مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان والمجد الله دائماً أبدياً أمين الحقيقة إحنا في الأيام دي مع وجود الوباء اللي بنسمع عنه كل شوية بتاع الفيروس ده وكل شوية أخبار ونسمع أن الناس يعني أخذوا الفيروس وناس الفيروس وصلهم للسنة وروحهم وبيجي الواحد على باله فكرة طب يا ربي لو حصل معنا يحصل إيه وهل إحنا يا ربي مستعدين ويعني برضو الأفكار دي بتيجي لكل واحد في الحقيقة إحنا المفروض نكون مستعدين دايماً مش عشان وجود الوباء ده لأن حيات أولاد ربنا المفروض يكون مستعدين على طول سواء فيه وباء أو فيش وباء لأن في شوية حقائق لازم كلنا نفتكرها هي حاجة بسيطة بس كلنا عارفينها أول حاجة إن إحنا حياتنا على الأرض مهاش دائمة مهما طالت لابدها تنتهي زي ما بيقول إنجيل أي إنسان يحيا ولا يرى الموت يعني ده ربود حيروح لازم هنروح ولما نبتك الإنجيل من أوله نلاقي الناس اللي عمروا حتى مقات السنين يعني أبونا آدم يتقال عنه أنه عاش تسعمية وتلاتين سنة وفي الآخر يقول لك ومات وبعدين شيس تسعمية وتناشر تسعمية وتناشر أسف ومات ويفضل يجيب أسماء لغاية أكبر واحد عاش تسعمية تسعة وستين اللي هو ما تشالح ويقول لك ومات إذن يعني مهما طالت حيجي في الآخر لازم نروح طيب دي حقيقة كلنا عارفين نحن لازم نروح كل واحد عارفه لكن في حقيقة تانية أنه برغم نحن كلنا متأكدين من الموضوع ده لكن في حاجة مش متأكدين منها أبداً وهي هنروح أمتى؟ هنسيب الدينة دي أمتى؟ زي ما اسمعنا هذه الساعة لا يعلم بها أحد مش معروفة خالص ويمكن زي ما قال لنا في لو أكونوا مستعدين قال لي بقى دايماً نبقى مستعدين ما إحناش عارفين بتيجي فجأة يعني الحاجة الوحاشة فيها أنها تيجي فجأة أحياناً ما بقاش الواحد إيه مفكر نهائي إنه كنت آخر يوم مثلاً ده كان برح بيتكلم معنا ده إحنا كنا لسه مش عارف بنسلم عليه ده بنسمع كده هي هذه الساعة قال عنها مرة سبهها الإنجيل كالس زي في تسالونيكي يقول لأنكم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كالس الحرام يبيقولش أنا جاي وأيضاً يقول لأنه حينما يقولون سلام وأمان يفاجئهم هلاك المخاض للحبلة زي الواحدة لما بيجي وقت الولادة بتيجي فجأة ما بيعرفوش وتقال برضو في لوقة 21 لما كلم عن هاية العالم بيقول إن هو يجي زي الفخ اللي يصطاد طبعاً اللي بيحط الفخ للطائر أو لأي حاجة بيتخش في الفخ ما بقاش واخد باله لكن هي أولاً غير معروفة وفجائية وما بنتوقعهاش عشان كده لازم نكون مستعدين يمكن القديس العظيم أنبان تونس كان يقول أنا لما أنام بالليل يقول يمكن ده آخر يوم أنام على هذا الفراش وليم يجي الصبح آي يم يقول يمكن آخر مرة كان مرجعش تاني لهذا الفراش يعني كان بيعمل حسابه النوم مش ضامنها اليوم القديسة صار راهبة مشهورة أم الأم صار كانت تقول أكتر من كده تقول إن ما بحط رجل على السلم أنا مش عارف هقدر هعيش لما حط الرجل التاني على السلم لهذه الدرجة كانوا في حياة استعداد باستمرار نقطة تانية يطر الدين اللي احنا عايشين فيها دي اللي الناس عمالة يمسك فيها وتخنق عليها ولما يجي واحد تجي سيرت الانتقال والموت يقول لا بعد الشر بعد الشر طيب يا ترى الدينية دي اللي احنا مسكين فيها تستاهل نسأل نسأل الآباء القديسين بتوع الإنجيل نسأل القديس يعقوب اللي عاش 130 سنة لما أخذ أولاده يوسف وكده قدام فرعون وبيقوله انت كم سنية حياتك فقال سنية غربتي 130 طيب توصفها ازاي القليلة وردية قادي الدينية نسأل ايوب اللي كان رجل يعني مفيش مثله زي ما قال عنه رب المجد ولا قل انه جرب انما يقول ايه يقول الانسان مولود للمشقة ومرة تاني يقول مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعب ومرة يقول ان حياتي دي ولا حاجة خالص ذكر حياتي انما هي ريح زي الهوى هتعدي هتعدي زي ما قال يعقوب رسولنا بخار يظهر قليلا ثم يدمح مهما طالت هي تستهلش لما نسأل موسى النبي في مزمور 90 مزمور 90 ده بتاعه في الكتاب الموادس يقول ايه يقول اثنين سنيننا كقصة حكاية هتعود تحكي الحكاية وتخلص ايام سنيننا هي سبعون وان كانت مع القوة فثمانون يعني ده السن بتده ينزل شوي كان الاول مية وثلاثين زي يقول يعقوب ده دلوقتي ثمانين يعني وافخرها تعاب وبلية افخرها تعب وبلي داود النبي يقول ذكر انهم بشر ريح تذهب وتعود برضو بيدون فكرة ان الحياة اللي احنا بنفكر فيها مزهزه دي كلها لا تقارن بالابدي مهما طالت مهما زهزهت فضي طب نسأل واحد تاني كان غني جدا ومالك كبير وايه ولا ويعني يعني متع نفسه تمام التمام وهو مين سليمان سليمان بعد ما كبر كده وابتدى يكتب سفر الجامعة ويرجع لنفسه فيقول ايه باطل الابطيل الكل باطل ما فائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس تجري تجري في الاخر بتسيب كل حاجة استفيد ايه وبعدين كلم على متع نفسه في الأصحاح التانية من سفر الجامعة انه يعني تقرأ بقى متع نفسه بكل حاجة لدرجة قال مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما ولم امنع قلبي عن الفرح عن كل فرح مش فرح بس ثم التفت انا لكل اعمالي التي عملتها وكل التعب الذي تعبته فاذا هو الكل باطل وقبض الريح سكشوت هوى ولا منفع تحت الشمس دي خلاصة خلاصة واحد حكيم ايه ربنا اعطاله حكمة كبيرة قوي لكن كمالك متع نفسه قوي قوي وفي الآخر قال لك ولا حاجة هل حياة دي تقارن بالسماء اطلاقا مهما خدت ده شهوة المحبة العالم شهوة الجسد شهوة العيون عينك تشيه اللي انت عاوزه وجسد لم اغزه وتعظم معين شواوة يقولك العالم يمضي وشهوته كله بيروح اما الذي يحب الله فيثبت الابد حياة الابدية واللي عدوا ليه ربنا حاجة طبعا فوق الوصف اول حاجة رب المجد لما جاه قال انا اتيت لكي تكون لهم حياة واللي يكون لهم افضل نعايز يكون الحياة دي حياة فضلة ليهم انا مش جاي عشان نديهم حياة هنا بس زي ما قال مملكتي ليست من هذا العالم سامعان الشيخ اللي هو حامل مسيح وطفل في الهيكل عاش لغاية 300 سنة وكان حاسس انه كأنه مربوط متأيد محبوس عاوز ينطلق فسمى يا رب اول مشال بقى المسيح وكان وعد الروح القدس قال له هو ده اللي انت منتظره قال له يا سيد الان يا سيد تطلق عبدك حسب قولك بسلام خليني امشي بقى كأنه كان في سجنه عاوز يمشي ربنا عطى وعود طبعا اختار شوية مش عادر اجيب كل وعود الله عن الملكوت وكلام عن الملكوت ده يعني يفوق العقل لكن يقول في بيت ابي منازل كثيرة وسمها mansions يعني مش يعني قصور يعني وانا اذهب اعدي لكم مكان طب يا ربي المكان ده يبقى فيني يعني هتديني ايه قال حيث اكون انا تكونون انتم ايضا وبعدين يحن الحبيبي اشرح حالنا في اصحح 17 في وقت صلاة المسيح الودعية قل هذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته يعني معرفة الله والعشرة مع ربنا حيث المسيح هناك هي دي الحياة افضل من يعني الديني كده فكر كده لو شفت المسيح دلوقتي ايه اغلى من كده ايه في الدنيا دي مريم قاعدت ما لقيت المسيح داخل بيت تسيت كل حاجة وقعد تحت رجلية ولما بيظهر رب المجد بجمال لا يوصف ابرع جمال من بدن البشر من بعد الزهورات بيبقى الانسان بيرتبط بيه ليلة النهارة دارش ينسى اللحظات دي فهم كم يكون في السماء رب المجد نفسه كان بيزي ما يقول سر أن يعطيكم الملكوت وبعدين كان في صلاة الودعية يتكلم عننا يقول يا رب يا أيها الآب أريد أن الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي ومرة تانية يقول أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني يعني إحنا هنبقى معاه وناخد نفس المجد وحنبقى يعني سنراه كما هو زي ما بيقول يحنى الحبيب نسأل واحد تاني طلع خططف لهو بولوس رسول طب دول كلم مسيح لكن ده اللي طلع بقى وشاب يعنيه وكان شاف البروتوس بس ما شافش شافش الأمجاد السماوية اللي هي الحياة الأبدية لسه فبيقول أنا أعرف إنسان اختطف للسماء الثالثة اختطف إلى الفردوس سامع كلمات لا ينتق بها ولا يسوغ لإنسان إنه يتكلم عنها وبعدين مرة تانية يقول إيه ما لم تره عين ما لم تسمع بأذن ما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبون عشان كده في مرة في فليبي كده كان مرتبط بالخدمة ونفسه وعقله ومشغول بربنا فقال أنا ليه اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا حاسس أن الانطلاق للسماء ده ده فوق الكل شهوة شهوة قلبه نسأل بطرس الرسول لما كان بيكلم عن نهاية العالم في رسالته التانية يقول أن العالم كله ده ينحل بضجيج إلى آخره وبعدين بما أن هذه كلها تنحل دينة دي هاتم تمشي أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقو يعني أنتم مفروض كده تهيأوا نفسكم للانطلاق الجميل ده منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب اللي ينتظر بفرح واللي يطلب أن يجي بسرعة ده معناه أنه مشتاء معناه أنه اللي هو بيطلبه ده أغلب كتير جدا من اللي هو شايفه في الدنيا عاوز ينطلق للسماء عايز يطير يروح السماء وزي ما قلت يحن الحبيب أتكلم عن اليوم ده هو بيقول إحنا أولاد إحنا الآن أولاد الله لم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن سنكون مثله لأننا سنراه كما هو هنبقى زي ربنا في مجده طبعا مش إهلها لكن يعني هدينا ما بيقول يا رو مجدي وعطيه من مجد الذي أعطيتني يبقى إذن إحنا منتظرنا أمجاد وأفراح لا يعبر عنها يحن في سفر رؤية ربنا أعلن له وشاف بقى المناظر بس حطها لنا بقى بطريقة رمزية طبعا بلغة البشر قال شافت قرشاليم السمائية نازلة من السماء لها مجد الله ما هو برد نفس الكلام لها مجد الله سماء جديدة وأرض جديدة السماء الأولى والأرض مضتة خلاص لها مجد الله وقعد يكتر يوصف فيها بقى فأصحاح عشرين رؤية غالبا يقول إيه أساساتها عبارة عن يقول أحجار كريمة ويقول أسماء الأحجار يقول كلها عبارة عن دهب وأوصاف مش عارف يوصف مش عارف يعوز يعبر أنها أكتر أعظم عظيمة جدا فعمالي يكلم على الأحجار الكريمة يكلم على الدهب اللي هو رمز الملك إلى آخر ثم يقول والروح والعروس يقولان تعالى و في الآخر خالص يقول ها المسيح يقول ها أنا آتي سريعا أمين فيرد عليه يقوله أمين تعالى أيها الرب يسوع اشتياقات عجيبة ده إحنا نسمع عن سير الشهداء يعني بالرغم أن كانوا بيتعرضوا ويخشوا على ألمات كان فيه تعبير عجيب في أيام الاستشهاد يقول اسمه شهوة الاستشهاد يعني نسمع أن الشهداء كانوا يجروا ويقول أنا مسيح أنتب هتعمل إيه ده يعزبوك أمال أنا عارف كويس قوي أنا رايح فيه أنا رايح أمجاد والألم دي لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلن فيه ده بيخلينا نقول أنه الاستعداد أو ده انطلاق ده انطلاق ده إحنا لما نكون محظوظين أن ربنا يدينا يكتب اسمنا في سفر الحياة وأن كلنا النصيب الصالح ده ويا رب نكون مستعدين في أي وقت نقوله أمين تعالى يا رب يسوع داود النبي في المزمور يقول حاجة جميلة أو يا ليت لي جناحا جناحا كالحمامة فأطير وأستريح عايز يطير دا يريت لي جناحا الحمامة وأنا طير زي الحمامة مش عايز أعود طبعا هنفهم أن الحمامة رمز لروح القدس وهو ده اللي عطهولنا ربنا يعني ده ده الملخص في الآخر نحن هناخد هذا مش هناخد احنا خدنا خدنا نعمة روح القدس ويحملنا إن شاء الله إلى حدن الآب هذا الاشتياق للسما هو ده المفروض يكون عندي وعند كل واحد إن احنا نبقى مشتقين نروح السماء دي نحضر نفسنا للعرس الجميل ده وللانطلاق الجميل ده لكن طب ما نما روح السماء هقف قصاد ربنا طب لما هقف قصاد ربنا طب هيسألني انت عامل إيه فهنا بقى لازم نقف وقفة شوية مش حكاية تروحوا بس يقول بوليس رسول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد كان أم شر ها هنتحاسب بقى ويشرح في سفر الرؤية يوحن الحبيب يقول أن تفتح سفر لو سفر الحياة الكتب المكتوبين فيه أسماء اللي هيرسوا سفر اللي هيرسوا الحياة وانفتح سفر آخر وانفتحت أصفار أصفار بقى يعني كتيبات بقى كل واحد لو واحد ودينا الأموات الصغار والكبار مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم شاف الأموات صغارا وكبارا وقافين أمام الله زي ما قال بولوس الرسول سنقف أمام الله وتحاسبه على حسب المكتوب علينا أو المكتوب فيه الأصفار مين اللي كتب الأصفار دي إحنا عملنا كل اللي عملناه متدون متسجل معرفش كان زمان بيكتب دلوقتي بقى يمكن يكون مثلا من الشيبس بتاعت الكمبيوتر دي إنما كله متسجل طب و بعدين أول نقطة احنا بنقول هننطلق ونتير زي الحمامة طب كويس فيه حاجات بتشدنا لتحت عاوزين نحن نخلص الأول من الرباطات اللي بتربطنا في الأرض دي لما نخلص منها هنا يريد بتدي نقول فعلا إن انطلقنا يمكن أول حاجة زي ما قال يعني بتسقل عشان كده في لوقه يقول إيه احترزوا لأنفسكم لألا تثقوا قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لأنه كالفخ يأتي على الجالسين على وجه الأرض يبقى فيه حاجات بتتقلنا تسقوا القلوب أنا شدنا لتحت إيه دي بقى الخمار إيه الخمار الأكلة ما يختمر يعني البط البط الشهوات التلززات بتاعت الدنيا حاجات اللي بتلهينا في الدنيا اللي بتاخدنا دي اللي مش غولين بيها على الفاضي حاجة تانية السكر مش لازم السكر يكون بالخمرة السكر اللي بيخلب العقل ربنا عايزنا نبقى سهرانين سهر الروح ففيه حاجات تاخد عقلنا فيه حاجات قلبنا يعني حاجة شغلانة عشان كده نرينا في الأول حيث يكون قلبك حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك طب كنزك فين انت ماسك في إيه إيه غناك انت حاطت إيدك في إيه يمكن حكاية الكنز يلك بيعوا ملكم وعملوا إيه كنز في السم هنفتكر الماديات الفلوس الفلوس فعلا تربط أه تربط يوه دي تربط ونص دي تربط الإنسان وبتربط الناس بشكل غير عادي ليه؟ أياما الفلوس بتخسر الناس بعضيها والواحد يقعد يفكر فيها ويفكر في الأرقام ورب المجد يسمى حتى إله يستطيع أحد أن يعبد سيدين إما الله والمال معروف خالص أن النحية دي بتكون سبب كبير قوي قوي في أن الناس تخسر الأبدي يا طرق يا طرق أنا قد كده أو أنا لي الحتة دي ولا أفتكر كلمة بولس الرسول بيقول تكن سيرتكم خالية من محبة المال أراجع نفسي أنا ماسك قوي أو لا بزعل على محد يعني ما يدنيش يعني أتشاكل على الفلوس أتخانع على الفلوس أخسر أخي على الفلوس دي نقطة أقولها بسرعة دي أولتا عايزة ماشيها بسرعة طب أفرد خسرت بأحزن وأزعل وحد أفرد اتسرقت أو وحد تحك علي ما دي معنى أن الفلوس تهمني قوي قوي يجي بولس الرسول على الجهالي بطريقة لذيذة قوي في عبر نين عشرة يقول إيه يقول أنه إيه أنتوا تحملتوا كتير لكن قبلتم سلب أموالكم بفرح علمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماء وباقيا يعني لو ضعت الفلوس يا ده ربنا خفف الحمل بتاعك زي يحن الزهبي الفان بيقول كان عليك حمل ونزله عن كتافك عشان تقدر تطير بسهولة وإنت ليك في السماء مال وليك كنز أفضل من هذا لدركة رب المجد لما أتكلم في المعوز على الجبل في لوقة يقول إيه اللي حبي يخصمك ويأخذ سوبك أترك لو ومتك كمان أترك لو الرداء أيضا يعني يا رب يعني يعني أسيبكوا اللي قال آه عشان ما تتخصمش لأنك لو فقدت السلام بينك وبين أخوك خسرت الأبدية خسرت السماء عشان كده النقطة التانية أخوك الكرامة الزات اللي فينا يا طرق إحنا يا طرق إحنا يغفر لكم أبوكم في سماء وزلاتكم وبيقول بنقول أبنا اللي زي كل يوم واغفر لنا كمان أغفر طب ما غفرناش ما يغفر لناش إحنا الجرحنا طب ده هو مجروح لأجل معصين شاف هو الجرح قديه من أجلنا يعني لو نبص قديه ألام المسيح وقديه أتعاب ومحبته لينا يطلع إيه اللي احنا بنستحمله نقول لا يا رب مجراش حاجة معلش كله الله يسامح الله يسامح نصلي لهم ونخلص وقلبنا يصفى نبقى إيه محضرين نفسنا تمام مش بقول كل مستعدين قلبنا النام لا تغرب الشمس على غيزكم ولا تعطي إبليس ما كان ننام سلام ما فيش حد يسعلم مننا أبدا ليه علشان نبقى في وقت ما يقول لي تعالى نقول له أمين تعالى يا رب يسوع مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي حاجة تانية برضو حكاية الزات دي شوية نقول إنكر ذاتك عشان تمشوا وراي خطيئة شائعة وخطيرة شوية تربطنا وتأقلنا أو التحت وهي الدينونة والانتقاد وكلام على الناس الحكاية دي بنتزحلق فيها وبنغلط فيها وإحنا مش حاسين إن دي خطيرة قوي قوي أولا ده عمل ربنا الدينونة دي مش بتاعتنا ده حتى رب المجد نفسه قال ألم قاتل قدين مع إنه قال كل الحكم أعطيه للإبن لكن ما كانش عاوز يدين وهو في الأرض فإحنا ندين يعني بولس الرسول في رميا بيقول له من أنت الذي تدين غيرك هو لمولاه يثبت أو يسقط وربنا قادر أن يثبته أنت مين أنت عاش تتحكم على أخوك يكش دعوا بحد لا تدين فالانتقاد والدينونة ومسك السيرة كله ده معطلات تربطنا وتقلنا وتضيع مننا الأبدية من غير لازمة خالص ما تستهلش ربنا ينجينا منها لأن ده معناها كأننا إحسسنا أننا أحسن من الناس دي أحسن في إيه؟ الواحد لو قعد يبص لنفسه كويس ويشوف نفسه كويس يعرف قد إيه ربنا ساتر عليه حاجة كمان افتكرتها اتقال عن اللي يعثر الأطفال أن يعثر أحد هؤلاء الصغار يحطه في رقابته حاجة رحة ويلقى في لجة البحر يعني يبدأ مش هيتير ده يروح فيه ده مش طالع طب إيه حكاية الأصغر والعصرة دي أنا خايف أحبائي أن إحنا نكون مش بنعمل لحساب الملكوت لأن المن ليس معي فهو علي ومن لا يجمع ماهي فهو يفرق فممكن أو أن إحنا نكون بنعثر الأصغر مننا سواء سنة أو من ناحية حياتهم الروحية ليه؟ إحنا عادين دلوقتي أغلبنا بنعود في البيوت وفينا الكبار وفينا سنهم كده وفي أطفال وفي ناس ومكشوفين حياتنا الداخلية دلوقتي معروفة يشوفونا بنتكلم جابين سيرت ناس يشوفونا بنقول كلمة وحشة يطلع من مثلا سوري يعني شتيمة مثلا وفي لوقتي نفسه بنصلي الصغيرين يقولوا إيه اللي بيحصل ده إيه المنظر ده وممكن ننتقد ناس وبعد كده على التليفون يقول أهلان إزيك يا فلان وإحنا لسه جابين سيرتهم من شواء صغيرين إيه الرياء ده أولادنا الصغيرين والشباب بيعرف الحكاية دي قوي قوي وبينديهم صورة مش حلوة مع أنه يقول مقدما نفسك قدوة للمؤمنين بيقول لتموساوس كن قدوة المؤمنين مع أنه كان شاب في الكلام في التصرف في الايه في المحبة في الإيمان إلى آخره يبقى مفروض أن احنا بنكون صورة حسنة وإلا يبقى بندي عسرة والعسرة صعبة عسرة صعبة وحنا مشو يخضين بالنا فاكرين نفسنا إيه أن احنا تمام لو نلخص كده يا حبائي بسرعة أول حاجة إحنا بننطلق للسماء زي ليت لي جناحا كالحمامة عارفين الدنيا دي مش دايما أو مش دايما عارفين كويس أوي أن الساعة دي ما نعرفهاش فعلا هتيكي وإحنا مش حاسبينها فخلينا مستعدين كل يوم كل ليلة بتيجي فجأة حتى ونسي يعيو يتساهم صحيو ونسي صحيين اختفوا فعايزين ناخد لبالنا من الحكاية دي والدنيا ما تستهلش باطل باطل كل باطل ما فيش داعي نحط قلبنا فيها وفي الآخر نطلع إيه قبض الريح خدناش حاجة هنسيب كل حاجة وعاوزين نتحرر زي ما قلنا من كل الربطات دي بنعمة ربنا وخصوصا أن جناحا الحمامة اللي هو الروح القدس اللي هو ربنا عطاهولنا اللي بيدينا قوة علمنا كل النعم فإحنا معانا الإيمان الحلو ده وعانا نصيب أن ربنا أعد لنا مكان وعندنا هذا الرجاء نطهر بيه أنفسنا زي ما قال يقول يكن إيه أحقائكم إسهروا وتدرعوا لكن أحقائكم ممنطقة وسروجكم موقادة زي ما أريد اللي يربط بطنه بحزام منطقة كبيرة معناه إنه مستعد على أن يمشي أو يجاهد أو يحارب أو مينفعش واحد ينام ورابط حزام بطنه بالحزام إذن معناه مفيش نوم ما قصدش نوم الجسد طبعا يديكم نوم العفية لكن أقصد أقول أنه واخد باله خليك صاحي على حواسك على أفكارك على كلامك خليك واعي لنفسك سروجكم موقادة إيه سراجل منور قال لك سراجل للرجلية كلامك إنجيلك منور قاعد جنب الإنجيل باستمرار وبتقرأ وبتحسك وبتشوف نور المسيح ومجد ربنا يضيق عليك وتبص تلاك تبقى مستعد زي العزارة الحكيمات اللي كان معهم زيد في أناته مع مصابح وانا آخر حاجة يا حبائي إحنا بنحضر نفسنا كعروس مزينة لعريسها يعني إحنا رايحين السماء مش بس كده مجرد ميراز ده لما نشوف يحن الحبيب لما تكلم عن السماء قال شفت أوروشاليم الجديدة نازلة من السماء كعروس مزينة لعريسها مزينة بإيه العرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا ممجد إيه البز لأن البز هو تبررات القديسي كالتاني النقي جدا ده هو ده التبررات هم أبرار وراحوا السماء يبقوا إحنا بنتعزيا بالفضاء لروح القدس يعيننا في جهادنا ونبقى دايما نصهرين بنصلي إسهروا وتدرعوا في كل حين صلاة باستمرار ونور الإنجيل قدامنا على طول ومجهدين على طول وابنا تزين بالفضائل ربنا يروح القدس يزيننا بالفضائل ونفتكر في التذبح كده بيقول يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم يأتي الصدقون حاملين فضائلهم يأتي ابن الله في مجده ومجد أبيه يجازي يدي كل واحد حسب تعب وعماله ومن الجميل جدا يا حباقي أن لما نقرأ في سير الإدسين كل شوية عشان كده الكنيسة بتدخلي نقرأ السينكسار لقينا نقول يا سلام نغير نعمل يبقى جيلنا غيرة روحية نعمل زيهم ونشته نبقى زيهم ونتحلى بالفضائل زيهم عشان نرس الميراس الأبد زيهم لإلهنا كل مجد من الآن ولا الأبد أمين